اكثر من عام مر على بدء المجاعة في صومال ولا يزال شبح تلك الكارثة الانسانية يخيم على سكان جنوب البلاد قلة هطول الامضار في الاشهر الماضية واستمرار النزاع المصلح في مختلف مناطق البلاد عاملان يهددان بالتأثير سلبا على المحصول الزراعي في الموسم الحالي مما قد يزيد من ازمة الغذاء هنا ويتوقع مسؤولون حكوميون حدوث موجة نزوح جماعية من مناطق جنوب الصومال باتجاه المخيمات المحضة بالعاصمة مقاديشو وتلك الموجودة في المناطق الحدودية مع الدول المجاورة للصومال رغم معاناة تلك المخيمات اصلا من كثرة اعداد النازحين الموجودين فيها حتى الان اؤكد لك وجود مجاعة حقيقية في الصومال وهي تتفاقم يوما بعد يوم ونرى الامراض الناتجة عنها قد لا تكون هناك وفيات كثيرة الان ولكنها قد تحدث في وقت قريب جدا ويتباءل امل النازحين في هذه المخيمات بالعودة الى مناطقهم لعدم توفر وسائل العيش فيها مما ضر بعضهم للمكوث هنا والتعايش مع الظروف التي يسفها هؤلاء بسعب لابقاء عائلاتهم على قيد الحياة لدي اربعة اطفال وثلاثة اخوة فقدت كل ما كنت املك اثناء مجاعة العام الماضي اعمل في تصليح اجهزة الراديو لسكان المخيم واحصل على القليل لقاء ذلك والمعيشة هنا صعبة للغاية النساء والاطفال هم الاكثر تلررا من اثار الجفاف وبعد ان تعذر التوفر الحليب لم تجد الامهات غير الشاي لسد جوع الاطفال ليس لدي القدرة على العودة الى قرية لانها لا تزال منكوبة كما اننا اطيق العيش هنا في هذا المخيم واطفال يعانون الجوع شهر رمضان على الابواب وربنا الكريم وكانت منظمة سيف ذا جيلدرن البريطانية قد اضلقت تحذيرا قبل ايام قالت فيه بان ازمة العام الماضي تركت عددا هائلا من الاسر الصومالية غير قادرة على التكيف مع اثار الجفاف وان نحو مليون ونصف نازح صومالي سوف يدفعون ثمن ازمة جديدة لاحتياجهم الى حساد جيد يحول دون ارتفاع اسعار السلع الغذائية الجميع هنا حكومة ومنظمات يخشون من حدوث مجاعة جديدة في الصومال لا يقل ضررها عن مجاعة العام الماضي ويطالبون باتخاذ اجراءات مبكرة لتدارك الوضع قبل استفعاله علي حلني بي بي سي مقديشو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة